واجب على كل درس عندنا هنحل واجب الدرس الاول ده جزء الواجبات بتاعنا في اخر الكتاب بتاعنا هتلاقوا جزء اسمه جزء الواجب. عندنا واجب على الدعامة في النبات. طيب في الصورة المقابلة انا مش عارف اتغاضع عن فكرة الدعامة في السولوجيا بصراحة اسموزية دي مطلوبة منك. في الصورة المقابلة بعد مرور فترة من الزمن فان حجم البزرق. ده مقتر ودي بزرق. هتدخل لها المياه بالخاصية الاسموزية. فاكيد حجم البزرق يحصل له ايه? هيزيد. طيب بس هلا يفضل يزيد لحد ما ينفجر يعني ولا لا? ولا خلاص بقى يتساوي التركيز فيتوقف انتقال الماء. لا يتساوي التركيز وتوقف انتقال الماء. يبقى يزيد وهيقف بعد كده. يبقى يقل لي دي غلط يزيد ويستمر في الزيادة دي غلط مفيش حد بيستمرته لعمره. لكن يزيد ثم يزبط. بعد كده في العلاقة سين صادعين على الترتيب هنا كلمة المرونة. يا طرق مين اكترهم مرونة? ده عين. عين ده رازم يبقى رباط. فانا هدول على اخر اجابة لان هما استرتيبهم سين صادعين. اخر اجابة فيها رباط مين? هتبقى به. انا جوبت السؤال. بعده. اشكال التالية تعبر على النسبة تغير حجم قطعتين متملستان البطاطة از وضع القطعة الف ماء مقطر. يعني قطعة البطاطة حطيتها في مياه المفروض تنتفق تزيد في الحجم. ماء مقطر مغلية. اه حتى لو مغلية هتزيد. وضعت قطعة به في ماء مقطر بدرج خمسة وعشرين مياه مش مغلية. برضو انت هتضاف مياه مقطرة يعني برضو هتزيد. كده انت احترد. مين اللي هيتزيد حجم الاكتر? البطاطة اللي في المياه المغلية اكتر ولا البطاطة اللي في المياه اللي هي خمسة وعشرين دافية شوية وخلاص. بص هما الاتنين هيزيدوا في الحجم. بس خلي بالك. هقول لك على المعلومة هتفهم منها حاجة. الماء المغلية بتضعف الدعامة. تضعفها بس ما تلغيهاش. يعني هيحصل في دعامة في السيولوجية وبتكسب مياه البطاطة ولكن مش زي التانية. يبقى اللي تحضط في درجة حرارة خمسة وعشرين دي عسرع. يبقى به هتبقى اكبر. نسبة التغير به اكبر. دور معي على اختيار في به اكبر. به هنا اصغر. هنا اصغر. هنا اصغر. الوحيد اللي فيه به اكبر ده. ملاص? به هتكون اكبر في الجزء ده. هنا بدراسة السورة المقابلة للتراكيب الوقتية مثل الحرف ايه? ده القرس الغدروفي. مش محتاجة دي. القرس الغدروفي حتى هو تحسه منزلق. في نزلها غدروفي هنا. هنا دي فقرة والحتة الخضرة دي. آآ آآ ده غدروف ده قرس. احنا قلين ان الفقرة دي الجسم بتاعها بيعمل مفصل غدروفي. النتوءات بتاعتها بتعمل تعمل مفاصل زلالية. والدلوع بتمسك في المستعرض وتمسك في جسم الفقرة. بمفاصل زلالية. ازا الفقرة فيها كل المفاصل. بدليل. كمان العجزية ملتحمين ففيها مفاصل ليفاية. يبقى لو سألك العمود الفقري في ايه نوع مفاصل? اتقول له فيه تلاتة نوع. التركيب الاخضر ده. ده غدروف. هل يحتوي على عصاب? ولا يحتوي على اوعية دموية? ولا لا يحتوي على اوعية دموية ولا عصاب? للاقرب? يحمي جسم الفقرة من الناحلة ممية? لا. يبقى ده مفوش عبوية دموية. الجزء اللي قدامك الصورة امامك تمثل جزء من العظام شخص يعني من عدم القدرة على تحريك. اه ده الكتف. حصل خلعة في الكتف. او سوري كسر. كسر في عظمة ترقون. ده فيه كسر في الترقون. طيب هو مش قدري يحرك ايه بقى دلوقتي? زراعه الايمن ولا زراعه الايصر. اولا ابص هنا. دي قصاد ايد الشمال ايد الشمال انا بص على دي. قصادها يبقى دي مين? يعني يمين? يبقى ايصر لا. ايصر لا. زراعه لا. ما فيش غير اجابة واحدة. زراعه الايمن. المفصل التي التي تحتوي على غضاريف تكون حركتها. المفاصل التي تحتوي على غضاريف. على فكرة كل المفاصل فيها غضاريف مع عدد اللي فيه. لاني الغضروفية كده كده فيها غضاريف. والذلالية بتبقى متغطية بطبقة من الغضاريف. طائية. غضروفية. طبقة رقيقة غضروفية. يعني فيها. يبقى الوحيدة اللي ما فيهاش هي اللي فيه. والحركة فيها بتكون منعدمة. الحركة فيها بتكون منعدمة. المفصل ممثل بالحرف اكس. ده مفصل الكتف. خلاص? ده مفصل الكتف. مفصل زلالية اسمع بحركة اتجاه واحد غلط. ده بسع الحركة. اشترك في تكوين احد تجويف الهايكة للطرف. التجويف الاروح. صح? احد المفاصل تتحمل معظم وزن الجسم. ده يتحمل وزن جسم ازاي ده ايدك? كتفك. يبقى ده غلط? ده رجليك الفخز. خلبي اكل الفخز دي اسمي تاني مفصل للفخزة والورك. يدخل في تكوين اطول عظمة في الجسم? لا. الفخز هي اطول عظمة في الجسم. ده كتف يا ولاد. ودي ودي على فكرة الترقوة. جزء من الترقوة. انتو مش ودي ملكوا منه. ايها العامدة تعبر عن سمك الجدار الخلوي لخلية تركيز فجوة العسرية اقل ما يمكن. سمك الجدار هو مال عند بضعها في المياه. مال سمك الجدار بالمية. ده سمك الجدار ده ده دعامة تركيبية والتركيبية ثابتة. قبل وبعد زي بعض. انشي. سؤال كمان ازا علمت ان ايه وبي اكبر عظمتين ده جسم الانسان فاكيد ايه وبي دولة الفخز والقصبة. فاكيد اللي ربط ما بينهم ده رباط. رباط ايه بقى القصبة? رباط وسطي. الواس اكبر عظمتين يا عام. ايه الفقرات اللي قاتيها تعبر عن امتلاك الخلية النباتين ابدأ دعمل في السروجات كاملة. يعني مين الخلية المليانة دعم من فيك؟ مليانة سيدي. هنا بيقولك التغير في تركيز الفاجوة العسرية. هنا كل ما تنزل كل ما تركيز الفاجوة. يقل يعني تركيزca يقل يعني تبقى مخففة.wvb تبقى مركزة. مين اللي مليانة المخففة او المركزة المخففة. يبقى اختار الحتة دي دي. يبقى دي اكتر وحدة مليانة دعامة يعني فيها مياة كتيرة. قطعت بطاطس وزنها 이�ολ Low sleep ثابت فكل يعني خمسة جرام. تم اضعها في ماء مكتر ماضي تلاتين دية. اكيد وزنها زادت. هدور على حاجة الخمسة زادت. فدي غلط انها ثابتة. دي غلط لانها قلت. دي غلط لانها ثابت. يا السلام على اجابة لما تيجي بصورة. اجابة اسرع. اجابة ممكنة في الحقيقة. طيب تعال نفكر في اللي بعد. انا اقول لك في محلول اه وزنها صد. ثم نقل بعد ازاك محلول سكري. يعني رجعتها محلول مركز. فالمفروض التلجع. فتفقد مية. فتقل? قلتها يعني الخمسة. صح. ممكن اجاوب بالتاني جملة. وممكن اكمل وتأكد برضو من اجابتي. هنا واضح ان الغشاء اللي لازمي بتاع الخليج. الخليج فقدت ميتها. فمنكمشة. منكمشة. يعني فقدت. فقدت. يبقى انا لما حطيت الخليج دي حطيتها في محلول مخفف. ولا حطيتها في محلول مركز. هي فقدت. لانا حطيتها في مركز. هي كانت خليجة تمانية من عشرة. انا شوف حاجة اكبر من التمانية من عشرة. الاتنين من عشرة اقل. التمانية من عشرة تساوي. الستة من عشرة اقل. الوحيدة اللي اكبر منها هي التلاتة. خبا يكون دي تلاتة. مش تلاتة من عشرة. هنا دي خلايا بارانشيمية. خلايا كولانشيمية. خلايا اسكيلارانشيمية. اي الانسجن مطاقة توجدها في الياف. الياف. الياف يبقى اسكيلارانشيمية. يبقى تلاتة. اي الانسجن تتوجد في اوراقنا بقت الخاص. الخاص. تكسود عنف سيروجية. يبقى دور على الاتنين. الولا والتانية. واحد واتنين. اي لانسجة لا تتميز بحدوث توتر لجدار الخلي. عمرها ما تتوتر. يعني عمرها ما تدخل لها مية. يبقى تلاتة الاسكلورانش ماشا ميتة. 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 بعد كده في الشكل المقابل فيما يتشابه تركيب سين مع تركيب صد. سين مع صد. سين سواء كان وط. ده مشارع الغضروف. وصد او رباط. لو دي عضرة يبقى ده وطر. خلاص? في كلا الحالات كلهم انسجة ايه? انسجة ضامة. يبقى مش بيتشابه في درجة المرونة غلط. نوع النسيج المتشابه. اللي هو نسيج ضام. تسال كلهم من هما بالعضلات? لا. امش كلهم متسامل العضلات. اي لات عمل كلهم من هما مختلفة? اما ستاشر اي المفاصل التالية يشترك في تكوينه الجزء سين. سين دي اه العضمة دي فخز. دي راسها مسكة في التجويف الحقي. دي دي مسكة في القصبة تحت. طيب يبقى دي ده الرقبة. يبقى ده بيكون الرقبة. سين تحت ده رقبة. اما لو شاول لك انا كنت تقول ايه? ده الفخز او الورك. ده بالنسبة والواجب الدرس الاول. ان شاء الله ده واجب الدرس الحركة والدرس التاني. هنحلو مع بعض ان شاء الله.